المهندس الإماراتي عبدالله الشحي حصل على براءة اختراعا لجهاز ألمى لتجميع المياه المتساقطة على المسطحات المائية والذي يستخدم في تجميع مياه الأمطار والرطوبة الجوية التي يمكن الاستفادة منها في توفير مياه نظيفة للدول التي تفتقر إلى الموارد المائية كدولة الإمارات والدول الأخرى المجاورة لطالما خطرت في بال الكثيرين مياه الأمطار التي تتساقط في البحر إلى أين مصيرها وهل من مخترع يعالج هذه القضية إلى أن لاحى في الأفق ابن الإمارات عبدالله الشحي ببراءة اختراع لجهاز يطفو على المسطحات المائية يقوم بحصاد مياه الأمطار في البحر ويعمل على تكثيف الضباب والندى بالإضافة لتحلية مياه البحر عن طريق الطاقة المتجددة وجاء التصديق على براءة الاختراع من المملكة المتحدة كشهادة إثبات الملكية الفكرية لابن الإمارات من 2009 إلى 2011 بدأنا بالبحوث والدراسات عن براءة الاختراع وفي 2011 قدمنا الأوراق المطلوبة لمكتب الحقوق الفكرية في بريطانيا ومن 2011 إلى 2013 شهر سبتمبر الجاري استلمنا الموافقة الرسمية على الدراسات التي قدمناها تطبيق الفكرة على أرض الواقع التحدي القادم أمام عبدالله الشحي الذي يتطلع من خلال هذا الاختراع لتوفير مياه كافية وذلك بسبب افتقار الدولة لمصادر المياه المشروع قد يقام على مياه أقليمية قد يحتاج التفاقيات الدولية أيضا رأس المال سيكون كبير في المشروع فأكيد الدعم الحكومي والدعم القطاع الخاص لا بد منه لتطبيق الفكرة والمشروع إن شاء الله المشروع إن طبق على أرض الواقع سيشكل نقلة نوعية في حصاد مياه الأمطار وتكثيف الضباب وتحلية مياه البحر ليضع من جديد ابن الإمارات بصمة في الصفحات المشرقة للإبداع والتميز صورة مشرفة لابن الإمارات عبدالله الشحي الذي أكد من خلال هذا المشروع بأن ابن الإمارات قادر على مقارعة أفضل العقول البشرية في كافة المجالات لأخبار الدار محمد الهنيامي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر